اشتركوا في القناة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية لا سيما من خام التانتالوم الذي تتواجد احتياطيات منه في مصر ويعد أحد العناصر النفيسة والنادرة التي تستخدم في العديد من الصناعات المتطورة مثل مكونات الطائرات والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة فضلا عن تصنيع بعض المكونات الطبية كالشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل مشددا على انتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة والتقنيات التكنولوجية المتطورة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية ويسهم في تعزيز الخطط الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين وصرح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة موجها في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة للوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين كما عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين أيضاً مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع توضيح الخطوات القادمة والخطة الزمنية في هذا الشأن حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في مراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية وبحيث يتم توفير توطية الصحية لكل المصريين بأعلى درجات الكفاءة والجودة